السلام عليكم و اشترككم اشتركوا بخير و اشتركوا بخير اليوم ان شاء الله اشتركوا معكم هذي لاغوزة تعلي بول ماجيك بخمس اذواق وصفة فاخيرة مختلفة على الوصفة تعمر العين تعمر الوجه تعمر الطابلة و اشتركوا عن البنارة كل ذوق يحكي بنا مختلفة ان شاء الله تشوفوا الفيديو كل واحدة فيكم تجربوا و اشتركوا اشتركوا 5 اذواق قلوا بسم الله نبدأ بلا باتسابلي اشتركوا فيها باتسابلي اشتركوا الفكرة اشتركوا 125 جرام مارغارين في كل فيديو نقول لكم اشتركوا مقادير صغيرة ليس مقادير كبيرة بصح الله يبارك وصفة ذكية ثلاث مغارف كبار السكر الناعي نحاول نقص السكر على قد ما نقدر في العجينة لان الحشورة حلول يجب ان اشتركوا اشتركوا بيضاء سنزيد المورفة صغيرة و نخلط كل باتسابلي 125 جرام مارغارين و اشتركوا 28 حبة كاملة بسم الله يبارك كامية ما شاء الله تخيلوا يعني اشتركوا 250 جرام من بعد وليت اشتركوا نصف كاسع انشاء و اشتركوا تمليح اشتركوا وقتكم في هذه المرحلة واحدة الخمس دقائق بالتقريب دايما نقول لكم بلاي المقطع يكون مسرح بصح دايما في كل مرحلة خدموا غير بالعقل و ادي وقتكم من بعد وليت لنا في العجينة بالفارينا اشتركوا محدة 250 جرام بالتقريب حتى نحصلوا على هذا القوين من بعد رايح نجيب بليمول اشتركوا من هذه الوصفة هذو الليمول يعني كنت نشري في لوازم حلوية لما شفتهم يعني جاتني الفكرة تح هذه الوصفة شوفوا يعني شكلهم بزيف هايل ثم تقدروا تستفدوا منهم في وصفة الفيريروشي في وصفة طرفيل وفي الاذواق اللي دارتم يعني كما تحبوا اللي ما يتوفروش عندهم كين هذا المول تحت سيليكون تعلي دون تحت بكري يعني اغلبيتنا تقريبا عندهم يعني هذا المول عنده سنوات و سنوات تقريبا من نفس الحجم تعهيرت ليمول اتمنى تحقروا هم صار بزيف والحبة تعليقات و سيجي صغيرة سوف نحسبكم حبة على حبة و زيد مع القلاسات يعني الحبة تولي بزيف هيلة كما قلت لكم تولي بتقريب قد تحبت الفيريروشي ولا اكثر منها بشوية من بعد عني ندير العجينة تاعي في المول بهذا الشكل ولانه الحجم يعني تاع المول صغير على بيها الله يباركت خرجنا كمية ما شاء الله بعد نثقبوهم دخلوهم للفرع لدارس حرارة متوسطة 160 بالتقريب حتى يديو لنا لون ذهبي ماذا بيكم يعني تحمروهم شوي نتخليوهم شو بويض ما من بعد يجيوكم بنان بكنا نروحو للمرحلة المهمة في كامل الوصفة هي الحشو والديكور بينسبة للحبات ام اكدلكم انكم تحمروهم من بعد و جدرت نضيفه حباتها حصوله أقوم بعمل كامل لتعبو المزيد نضيف الحشو لنبتل نبتل 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 هذا الحشو يعني الأول عندي أيضا حشو جاهز عندي هنا كرانشيسة عليمون عندي هنا بيستاش وعندي هنا فرامبواز وعندي أيضا باسا سختيني فكن نعطي لكم كل واحدة وشيشريتها ونعطيكم البديل ساحة يعني ما سخافوش كم إن شاء الله سقدروا ديروا هذه الوصفة أنا ذو كانوا عندي على بيها خدمت بهم ونتم واضح نقول لكم البديل هذو حشوز يعني خاصة قلت لكم هذو سعب بيستاش واحد والذوق الثاني فرامبواز دوكن نعطي لكم كيفيش يجون من داخل كما هذنا في الصيفة نسباع وانفتافي التعماليزيا رهم يعني متوفرين كي نحطري بالميزان يعني اللي يتحب تشري اللي ما يتوفروش عندها بتحب البديل دير قاناش وشوكولات بلون دوكن نخلي لكم مقادير بالتفصيل في صندوق الوصف تغليوا الكران مسائلة سعكم لتكون خاصة بالحلويات وزيدوا لها شيكولة البيضة رشاة تاع الملح وتزيدوا لغوم اللي حبيتوها تاع بيستاش تاع سيترون تاع الفرامبواز يعني وش حبيتو هذا ما كان نعطيكم مقادير اللي جيكم طرية وتصلوح للحشو يعني مشي قاناش كمرا يفي بلكم جيمز ميزكا جي يعني كتاع الظهر جي تسيح في الفن من بعد كمراكم تشوفو بديت نعمر في الحبيت بديت بأول طعم اللي هو تعلانواة كوكو درس في الحبتين زيت حبة تاع اللوز الابيض بالنسبة يعني يعني الضوغ تاع الشوكولات كنت لتاع باتاتاتاتيني يستعملوا يعني وش حبيتو ودرس حبة تاع البندق بش دينا كرما الفيريروشي بهذا الشكل يعني هذو سهلين حشو تحوما كامل تقدروا تديرو يعني متوفر عادي روحت يعني لها الكرنشي تاع الليمون زيت عمرت بيه بالنسبة يعني لتاع الفرامبواز والبستاش طريقة مبدلة احنا نعمر غير يعني في الجواني في الوسط طريح حنا نعمرها بالفراج تاع الفراز كنت ناعدته لكم ناعد لكم يعني انو عيال استعملتان ثم اديرو وش يكون عندكم والحاجة المليحة انو ينقص في الحلاول انو جاي هكذا بحموضية وعلى فكرة كيديرو بلاكاناش يعني نأكد لكم جايكم بزي 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 بنينة يعني هذو كانوا بركوش دين عندي كوراني درتهم لكم ذو نروح لغلاساج هنا انا جبت لاباتا غلاسي وبتلار سنضوبها في حمام مينز لها شوية تعسيت باش ندير غلاساج فريروشي ونزيلها شوية تعلوز كما رأيكم تشوفوا انا اصلا عندي كمية قليلة تقريبا ما قسمتهم خمسة ست حبيث من كل النوع سما حتى شي كلها ما حبيت انكثر بزيف شوف كيف اشدير لهم غلاساج طريقة سهلة وواضحة كنت لكم الحبة تكبر راي في الولد بينكم صغيرة حتى تنضير لها غلاساج ومعين ذلك المكسرات تسمى غلاساج غورمو يجي زيت في الحبة لبيهات وليحب الله يبارك هيلة من بعد كنت ذوبت كمية عشي كولها بيضة وقسمتها على ربعة واحدة كما راكم تشوفوا يعني زدت لها اللوس صفر ووحدة البستاش بسمى اللون الأخضر وكل واحدة فيها سنضع لها اللوس كما راكم تشوفوا غلط على البستاش حطيت لها البستاش يعني الطريقة رهي سهلة وبينة ودائما نقول لكم بهذه الوصفة اللي يكون فيهم عدس أذواق يعني الله يبارك وش يعني يعمروا الميدا ويش يشهيوا بزيف بزيف أتمنى بركة الطريقة تكون واضحة معكم من بعد يعني كين نشفو اللي سنوضفتهم من تحت باش الحبة تكون متحوفة وتكون متقونة وآخر حاجة حبيت منع لكم بركة عن هذا تزيين البسيط بالنسبة عن تعفير الرشا كم تلقو هذو تباع عن اللي بيع وزم الحلويات كم تشوف في القطعة يجي فيها جهتين لون ذهبي ولون فضي تقدروا حتى يعني تغلفوا الحبة كامل اللي يسحب حاوة نعطيكم جميع المراحل تعدي كور تعال حشو وتاكل لش ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها لأنه من الوصفات المطلوبة بزيف كلكم اللي حتى اللي يديروا المشاريع اللي خدموا لصحيف على الأقل يزيدوا هذا النوع من الوصفات في مشاريحهم حبيت نقسم لكم الحباز بشوفوهم من داخل كيف يجي كامل يجي ومشمخين ان شاء الله هذا النوع من الحلويات يكون عجبكم جربوه قولوا لي رأيكم فيه اشتركوا في القناة